اهلا بكم الى مجزي اخباري الان شن داعش هجوما عنيفا على حيي المشرب والصناعة في الرقب الطائرات المسيرة والمفخخات بحسب ما افادت مراسلة اخباري الان ياتي هذا الهجوم في اعقاب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات لتقطع بذلك اخر طريق كان يمكن لتنظيم داعش ان انسحاب منه باتجاه مناطق احتلاله في البادية السورية وفي محافظة دير الزور وفي شرقية البلاد قاطعت قوات سوريا الديمقراطية المنفذة الاخيرة المتبقي لتنظيم داعش من مدينة الرقة الى بقية مناطق احتلاله في سوريا وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مشيرا الى ان قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات لتقطع بذلك اخر طريق كان يمكن لتنظيم داعش الانسحاب منه باتجاه مناطق احتلاله في البادية السورية وفي محافظة دير الزور في شرقية البلاد خسرت تنظيم داعش خلال ثلاث سنوات ستين فالماء من المناطق التي كان يحتلها في سوريا وفي العراق بالاضافة الى ثمانين فالماء من عائداته وفق ما اظهرت دراسة نشرتها مؤسسة اي اتش اس ماركت البريطانية واوردت المؤسسة ان مناطق احتلال التنظيم في سوريا وفي العراق التي اعلن في حزيران يونيو من عام 2014 اقامة ما اسمه بالخلافة عليها قد تراجعت مساحتها من تسعين الف كيلومتر مربع في كنون الثاني يناير من عام 2015 الى ستة وثلاثين الف ومائتي كيلومتر مربع في حزيران يونيو الحالي ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة سهريج تنقل نفطا في باكستان يوم الاحد الى 174 شخصا بحسب ما اعلنت السلطات اليوم وانقلبت الشاحنة في وقت مبكر من صباح يوم الاحد قرب مدينة احمد بور في وسط باكستان على طريق رئيسي بين كراتشي ولهور ما ادى الى تسرب 40 الف لتر من الوقود هذا وسرعان من دفع عشرات الاشخاص من قرية المجاورة يحملون باوان لجمع النفط المتسرب بعدها بدقائق انفجرت الشاحنة واندلع حريق هائل قتل عشرة اشخاص وجريح اثنان اخران اترى تحطم عربة تيلفريك وسقوط ركابها في واد ضيق في منطقة جبالية قرب العاصمة الباكستاني اسلامباد بحسب مقالة مسؤولون لم يتبين على الفور سبب تحطم العربة وايضا لم يتبين سبب سقوطها عددت ايطاليا باغلاق موانئها امام سفن ترفع اعلاما اجنبية وتنقل مهاجرين يتم انقاذهم في البحر الابيض المتوسط كما ذكرت وسائل اعلام ومصادر مقاربة من الحكومة الايطالية يوم امس فيما طالبها الاتحاد الاوروبي بالتروي لمناقشة الامر هذا وتشتك ايطاليا منذ سنوات من تركها وحيدة في ازمة الهجرة وتطالب بالمزيد من المتضامن مع شركائها في الاتحاد الاوروبي فتا مرموشة اشتركوا في القناة